شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفلة تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفلة خرق دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج وذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة وممثل وزارة الخارجية والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرا مفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023 كما ألقى لواء أركان حرب محرز عبدالوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكرى والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه وعلقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأصص علمية مدروسة وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقاومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار